اختتم ملتقى مايكرو شباب اعماله بتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية على مدى ثلاثة أيام برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وستضافته جامعة البحرين حيث شهد الملتقى تفاعلا كبيرا على مستوى عدد الحضور والمشاركة وقابله مستوى عال من المتحدثين الذين أثروا الملتقى بتجاربهم وخبراتهم وأعرب رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبد الرحمن الزياني عن شكره الكبير لسمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته هذا الملتقى بما يبرهن مرة أخرى على حرص سموه على تفعيل طاقات الشباب البحريني وتمكنه من تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات وقال الزياني في كلمة له بختام الملتقى إن ملتقى مايكرو شباب اكتسب في نسخته الرابعة هذا العام زخما كبيرا ينبع من مستوى الرعاية رفيع المستوى الذي يحظى به ومن شركائه وأضاف أن النسخة الرابعة من مايكرو شباب قدمت دليل عمل واضح لكل شاب بحريني يرغب في التحول نحو ريادة الأعمال وتحويل أفكاره إلى مشاريع قائمة في إطار منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها المملكة لشبابها